موسيقى موسيقى أرطاء أوريتم ماتماتيك أم برنجي سنة درس كتابه ونتابع بهالكتاب بالصفحة 44 محن ما توقفنا بالدرس السابق عند هالتمرين عبقلي تانجنت العشرة تساوي A عيطيني معادلة تانجنت المية ناقص تانجنت 350 على تانجنت 190 زائد تانجنت 260 إفادة سنن A جنسندان إشتنا بولولم عاب يقولي بدلالة A طالعنا ناتج هالمعادلة أول شي تانجنت 100 متل ما بتعرفو تانجنت 100 بتقع في الربع الثاني ناقص تانجنت 350 بتقع بالربع الرابع تانجنت على تانجنت المية وتسعين كمان بتقع بالربع الثالت فوق المية وتمانين لأنه زائد تانجنت الميتين وستين بتقع بالربع الثالت قبل الميتين وسبعين بشوي هلا منحول هالزوايا كلها ياتون للربع الأول تانجنت المية تساوي تانجنت المية وتمانين ناقص تمانين ناقص تانجنت التلاتمية وخمسين هي تلاتمية وستين ناقص عشرة على تانجنت المية وتمانين زائد عشرة اللي هي تسعين زائد تانجنت المية وتمانين زائد تمانين منشوف أول شي من ناقشهم وحدة وحدة تانجنت المية وتمانين ناقص تمانين يعني مية وتمانين ناقص تمانين معناتها بالربع الثاني بالربع الثاني ستكون التنجنت سالب نائز تنجنت 80 تنجنت 360 نائز 10 يعني بالربع الرابع بالربع الرابع ستكون التنجنت سالب سالب بسالب ستكون لدي الإشارة موجبة سنصل لنا اللحظة تنجنت 180 زائد 10 بالربع 3 كما تعرفون بالربع 3 تنجنت عندي أجام موجبة ما تغيرت إشارته tangent 10 وهون كمان عندي 180 زائد 80 كمان بالربع الثالث tangent موجب هلأ منعوض tangent 80 منقدر نستبدله هي ذاتا طبعا إذا بتذكروا بالصفحة 24 أخدنا ملاحظة أنه tangent 80 تساوي كوتانجنت العشرة وإذا كوتانجنت العشرة هي واحد على تانجنت العشرة فببقى تانجنت 80 تساوي واحد على A بما أنه التانجنت العشرة تساوي A نحن نطبع الحكي هون والناقص حطيناها التانجنت هي واحد على كوتانجنت يعني تانجنت 80 استبدله هون متل ما عوضنا من شوي هي المقلوبة مقلوب التانجنت العشرة بتطلع هي تانجنت 80 ناقص واحد على A زائد تانجنت العشرة زائد معطية متل ما هي A على تانجنت العشرة A زائد كمانة مقلوبة أو متل ما حكينا هي مقلوبة كوتانجنت فهي واحد على A وتساوي هون بالإصلاح متل ما يكون شايفين وحد المقامات هون صار عنده واحد ناقص واحد زائد A مربع على A رجع هون يكمل A مربع زائد واحد على A كمان هالطرف في احد المقامات بعدين انطرب طرفين بوسطين طلعت معه A مربع نايس واحد على A مربع زائد واحد هلا بهالتمرين بده أن صادع شكل ده يظلم بده يا هالمعادلة مختزلة قدر الإمكان اول شي كوسين 17B زائد A زائد كوسين 3B ناقص A على ساين 21B زائد A زائد ساين A ناقص 7 على B طبعا هون متل ما كلاياتنا بنعرف انه البيات الزيادة 2B 2B منقدر منكبهم لانه درسناها هي دورة كاملة وقت اللي درسنا الاصل زاوية الاصل شون منطالعة منكب الدورات الزيادة فهون بقدر بكب 16B من هدول عدد زوجي لانه 2B انا بقدر بكب 2B بيبقى B زائد A هون نفس الشي بقدر بكبت انتين بيبقى عندي B ناقص A هون كمان بكب عشرين بيبقى عندي B زائد A او الفة زائد ساين الفة ناقص هاي السبعة بقدر بكب منها ستة بتبقى وحدة وهذا الشي هون كتبوا مثل ما نكون شايفين بالتفصيل عشرين كباب وقت هدول هلا الكوساين بي زائد الفة زائد كوساين بي ناقص الفة هاي بيعملها ارجاع للربع الاول هي بي زائد الفة يعني الكوساين في الربع الثالث يعني الكوساين سالب ناقص كوساين الفة هي بالربع الثاني لانه بيع اثنين يعني 180 ناقص الفة فبتكون كمان سالب ناقص كوساين الالفة على ساين بي زائد A بي زائد A يعني بالربع الثالث يعني الساين سالب ناقص ساين الفة زائد بي زائد A مان بنفس الربع ناقص بتطلع. فبيطلع عندي ناقص 2 cos alpha على ناقص 2 cos alpha. بيختصر ناقص 2 مع ناقص 2 بتصير عندي cotangent alpha. هلأ بهاي الفقرة عبي يشرح لي اذا انا عندي زاوية بالربع الاول بدي احولها للربع الثاني او الثالث او الرابع ولكن وانا ماشي بي على اثنين يعني هنيك اذا لاحظتو كنا عم النط بي ومن ناقص الزاوية نفسها هون بدي امشي بس بي على اثنين مسلا اذا وانا بالربع الاول تفرجوا هاي هون مسلا مشيت لهون بعدين بدي بي على اثنين ناقص هاي الالفة الموجودة هون يعني رسمت الزاوية هاي وهي اللي طلعت معي من تنقيصي بي على اثنين هون بيفرض انه كانت هاي تفرجوا نعطي القيم عشان نفهم الموضوع صح بيفرض انه كانت هاي تلاتين تمام طيب انا قلت لحالي بدي اقول بي يعني بيع اثنين عفوا يعني تسعين ناقص ثلاثين بكون وقفت هون شقد بتكون الزاوية هون ستين طبعا عند اللي بتكون هون الزاوية ستين بين الثلاثين وبين الزاوية ستين في عنا خاصية اذا بتذكروها ذكرناها بملاحظة اللي هي ساينة لهالزاوية يساوي كوساينة لهالزاوية وكوساين هالزاوية يساوي ساين هالزاوية هاي يعني وصلنا لنتيجة انه قدرنا نقلب الساين لكوساين هلا بالنسبة للربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع نفس الشي بنشتغل يعني منضيف نفس الشي بيع اثنين زائد الفة بيع اثنين زائد الفة صرنا هون صح قال هون ما بيختلف عندي غير الاشارات بقى من هيكوراي يعني نفس الشي مثل ما انه هون كوساينة لهالزاوية يساوي ساينة لهالزاوية متل ما لكم شايفين كوساين الفة تساوي ساين الفة اما هاي هون بالسالب تمام؟ هلا شلون هو عرف السالب؟ هلا منحكيهن هون سوا منشرحون وحدة وحدة هلا بالنسبة للارجاع للربع الاول يعني اذا كان شغلنا كله بالربع الاول هلا هون متل ما حكينا اول ملاحظة عطيناها اللي هي الفة بعدين بيع على اثنين ناقص الفة صرنا هون عند الصرنا هون هون ما فيشي رح يختلف عندي ليش؟ لانه هم الساين موجب وهم الكوساين موجب وهم انا ما طلعت لسه من الربع الاول لسناتني من الربع الاول فهون كلهم موجبات اما ايش والبيتغير؟ قال اذا كان عندي ساين بي على اثنين ناقص الفة تساوي مين؟ كوساين مثل ما انا عطينا مثال الثلاثين هون والستين هون تساوي كوساين التاني تمام؟ هلا هاي ليش؟ لانه انا لساتني في ضمع في ضمن الربع الاول بيع على اثنين ناقص الفة ضليت موجود بالربع اللي كله موجبات كوساين نفس الشي بيع على اثنين ناقص الفة تساوي ساين الزاوية الفة تمام؟ يعني ساين هاي اللي استرجعناها اللي طلعت معنا ستين هي نفسها كوساين للتاني وكوساينها هي نفسها ساينة والتانجنت نفس الشي تمام؟ والكوتانجنت نفس الشي هلا بنجي على الربع التاني الربع التاني قال انا عندي زاوية هون الفة تمام؟ بقول لحالي بي على اثنين صرت هون زائد الفة تمام؟ صرت هلا بالربع التاني من شوي كنت عباقول ناقص الفة عبارجع على الربع الاول بينما هون صرت بالربع التاني بحقق لي نفس الشرط ساين هاي تساوي كوساين هاي مع مراعاة الاشارات شلون براعي الاشارات؟ قالوا انا هون ساين بي على اثنين ساين بي على اثنين زائد الفة يا شباب الساين هون اش بو؟ موجب معناتها الاشارة اللي دع حطها هون موجبة تمام؟ وبحط كوساين الالفة كوساين لانه ذاتا طوال ما عبتشتغلوا في بي على اثنين ركزوا في بي على اثنين بتسعين تسعين درجة عبمشي معناتها بدي نقلب عندي من ساين لكوساين ما رح يضل عندي ساين قبل كنا عم نشتغل بي بي عم نط بي بي كل مية وثمانين درجة فايش عبصير عبيضل الساين ساين والكوساين كوساين بس اش عم نراقب؟ عم نراقب الحركات يعني الاشارات تمام؟ هلا بنجي الكوساين البي على اثنين هون وصلت زائد بي هون صرت الكوساين عند هاي الزاوية ايش بابعو؟ سالب اول باجي بنقر اشارة سالب هون وبحط عكس الساين كوساين والزاوية هاي نفسه طبعا هذا البحث سهل علي كتير وامور رح تشوفوها لقدام بالتطبيقات وبالتمارين سهل علي از انا ما عندي ساينة عندي بالمعادلة ساينات كتير وعندي كوساين وحدة او عندي مسلا الساينات كلها تدائل بلا ساينات وبلك الله بفرج عليهم باختصروا مع بعضهم فبتزمني احول من ساين لكوساين هاي الطريقة اللي بتخليني انط من الساين للكوساين هلا طبعا عبانط من الساين للكوساين بدون ما تتغير القيمة تمام هو الارجاع على الربع الاول كله يا طون متل ما درسناه ما بغير لي القيمة هلا باجي بقول تانجنت البيع على اثنين زائد الفة التانجنت بيع على اثنين زائد الفة بالربع الثاني ايش بضعوه؟ سالب بنقر اشارة سالب كوتانجنت بعكسه كوتانجنت الفة كوتانجنت هون الكوتانجنت بيكون سالب اللي موجب؟ طبعا يا استاذة الرصني الكوتانجنت هو هالخط هاد اللي هون وهذا امتداده طالع ليه بالسالب معانته الكوتانجنت هون عندي يا سالب بنقر سالب هون هلا باجي لأدرس الربع التالت والرابع قال الربع التالت لأوصل له لازم يكون عندي ميتان وسبعين ناقص الفة او ميتان وسبعين زائد الفة الميتان وسبعين ناقص الفة صرت انا بالربع التالت الربع الثالث يا استاذ انت درستنا يا ساينو كوساينو سالب فعند البقول ساين ثلاثة بيع اثنين اللي هي نفسا ميتين وسبين ناقص الفا بالربع الثالث الساين طبعه سالب رأسنا بنقرلي اشارة سالب هون وبحط عكس الزاوية كوساين الفا هون بالطرف التقبل الكوساين نفس القصة ثلاثة بيع اثنين ناقص الفا استاذ كوساين هون سالب نحطينا سالب وعكسنا هون ساين الفا هون التانجنت تعلمنا نحن التانجنت هو امتداد هاي الزاوية يعني اذا كانت هاي الزاوية اللي عم ندرسها معاتها امتدادها هيك معتها عفوا هون الكوتانجنت لازم يكون الانجنت هون موجب عندي إياها او اذا بدي انا ما بدي ارسم ما بحب الرسم كتير كتير خلاص هي الساين على الكوساين سالب على سالب بتصير موجب كوتانجنت ألفا والكوتانجنت نفس إشارة التانجنت علا بالنسبة للربع الرابع مثل ما أنه هي هاي النقطة 3 بيع 2 زائد ألفا عبا أمشي لقدام زائد عبا أمشي بالاتجاه الموجب اتجاه عكس دوران عقارب الساعة آي ساين 3 بيع 2 زائد ألفا تساوي نائس كوسين طبعا نائس لأنه هون الساين في الربع هاد إشارته سالبة حطيت إشارته سالبة وألبت لكوسين ألفا الكوسين أما أستاذ الكوسين هون موجب حطيت إشارة موجب ساين ألبت لألفا التانجنت هون سالب بالتنين بكل الطرفين إذا مددنا منشوف التانجنت هون وإذا مددنا لهون منشوف الكوتانجنت هون بالسالب فهو 3 بيع 2 زائد ألفا تساوي نائس كوتانجنت ألفا كوتانجنت نفس الشي نائس تانجنت ألفا عبقلي بالنسب المثلثية دايما مع مراعاتي للإشارات هلا هون بها التمرين إلفا دار أج أول مكوزرة ساين لأي نائس إدعش بي على 2 إفادة سنة أنصادة شكل داي ظلم بدو نكتبلو هاي بشكل المختزل تمام؟ هلا منبلش الإدعش بي على 2 مثل ما اتفقنا مثل كل مرة إذا شفنا هيك رقم فورا منكب الـ 2 بيات كله هذا الدورات الكاملة تمام؟ إنه بحالة ننكبون يعني ننطلع الأصل أتش ننطلع الزاوية الأصل لهاي منقسم على دبل المقام بيطلع معنا يعني 4 أربعة تقسيم عفوا إدعش تقسيم أربعة بتطلع معي 3 وبزيد 3 هون بيطلع معي بعد 4 بي بتطلع 4 بيات يعني اللي هي حفوا هوني قلت لكم إيش اسمه إدعش تقسيم أربعة ما بتطلع عندي غير 2 وبزيد 3 فبتطلع عندي 2 بـ 2 بي تسهي 4 بي زائد الثلاثة اللي بقوه 3 بي على 2 بعود كتب لي إنه الأصل الدرجة لهم هي هاي يعني لهالرقم هاد إدعش بي على 2 هو الأساس آآ أولت شوسو 2 بي على 3 بي على 2 هون بنجي منقول آآ ساين الإلفة هون متل ما كتبنا إياها ساين الإلفة ناقص إدعش بي على 2 تساوي ساين الإلفة ناقص 3 بي على 2 بس هون عندي هذا الشكل مو مألوف لازم يكون عندي 270 ناقصة لإلفة بعود بطالع الناقص عامل مشترك من هون فبصير عندي 3 بي على 2 ناقص ألفة بالناقص بتصير زائد كوساين ألفة عند هذا التمرين بنهي هذا الدرس إن شاء الله منلتقي بالدرس البعده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة